السلام عليكم كده يرين لبس عليكم اتمنى يا ربي تكونوا وكلكم بخيروا على خير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد في هذا الفيديو ان شاء الله نقترح عليكم الكريب المالح اللي كي يجيها كطبقات على شكل لازانيا كي يجيها رائع بزف والديد وما تشبعوش منه انا متأكد ان شاء الله من اللي تجربوه هاد يعجبكم بزف نتمنى تتابعوا الفيديو التال الاخير باش تشوفوا المقادر دياله الطريقة تحضر وان شاء الله تشتركوا وتفعلوا ازال الجرس بشكل جديد القناة ندلزو المكونات ديال الكريب ديالنا ديالت فيهم تاتة ديال الحبات ديال البيض وهنا رضي نضيفو نصليتر ديال الحليب اللي عندكم الحليب ضيفوه ما عندكم شغل ضيفو غير هكا حليب بودرة مع الماء كيما بتقدرو يعني تديرو حتى غيب الماء يعني اللي ما كتوفروش على الحليب تديرو الكريب ديالكم غير بلماء عبرو نصليتر ديال اللي ما وتضيفوه وهنا غضي نضيف جوج معالق ديال الزيت عندي هنا شوية ديال الربع اللي مقطع وغضي نضيف التوابيل اللي ملحة وشوية ديال البزار هدو من مكونات ديال الكريب ديالنا ساهلين غضي نطربهم زيان ومن بعد غضي نضيف عليهم تقيق غضي نضيف عليهم دقيق دقيق عندي هنا ميتين وخمسين جرام لعياج جوج ديال الكيسان ونص ديال اللي عينبا ديال الدقيق غضي نطربهم زيان وغضي نديرو ما كافئينة غضي نخليهم علاجين بنسبة الخليط ركيج يخفيف كما كتلاحظوا غضي نخلي علاجين بيستهرح واندوزوا باش نوجدوا الحشوال اللي غضي نعمروا بيه الكريب ديالنا اللي غضي نحتاج هنا يا حبة وحدة ديال اللبصلة غضي ناخدها وغضي ننشلطها مزيان في مقلال درت شوية ديال الزيت او الزبدة اللي بغيتو درت هنا شوية ديال الزبدة غضي نضيف ديال اللبصلة بنسبة التوابل غضي نضيف شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار ونخليه يعني البصلة ديالنا تشحر شوية بنسبة التوابل الاخرى ما غضيش ننضيفو هدا بحيث غضي تحرق ليكم في مقلع درت هنا شوية ديال التومة وهنا غضي نضيف الكفتة غضي الكفتة ديال لادان دا ولا ديال اللحم غضي ديال اللحم غضي نخليها شوية حتى كتلق حي تعدي من جمدها وغضي نحاول نحلها مزيان وغضي نضيف التوابل اللي بقى نضيف شوية ديال الخرقوم البلدي وشوية ديال التحمير فهدو يعني ما تديروها مش مع البصلة في اللور حيث غير هدا يتحرق ليكم كتخلي ويعلي العتريا حتى كتضيفو اللحم وهنا هدي نخلط مزيان نحاول نحليك الكفتة غضي نضيف شوية ديال الرباع عندي هنا جوج معالق ديال صوستو متلي حليتو معك شوية في الماء اولا تديرو غير ماتيشة محكوكا تاخدو جوج حبا ديال ماتيشة تحقوهم واضيفوهم على الكفتة ديالكم هنا غضي نسمى الكفتة ديالي بشوية ديال زعتر غضي نضيف شوية ديال الهريسة ببودر اختيارية وهنا غضي نضير الجبن قدر سنجيج معالق ديال الجبن ما عندكم مش غضي نضيفو القطع ديال الفرماج مثل اللي اولا مربع اللي عندكم كي ما تقدروا يعني تصغنوا على المشي بالضرورة ديرو غضي نخلط مزيان الحشوة ديالي وهناك تكون الحشوة ديالي واجدة غضي نخلي الحشوة على جنب غضي ندوز نسيبو السلطة ديال البيشة مال بطريقة العادية قدر تجوج معالق ديال الزبدة معالق ديال الضبدة يعني حركتهم زيان حتى طبلينا شوية ديال دقيق ونضفت عليهم السلطة ديال اللي حليب مع التحريك ضفت الملحة والبزار وغضي نضيف شوية ديال القوزة محكوكة وصفيوك نخليو السلطة ديالنا حتى كتعقاد وبهكا تكون السلطة ديالنا واجدة وفي هذه الأثناء غضي ندوز باش نطيب الكريب ديالي وهنا غضي نطيب الكريب بنسبة الكريب على حسب المقلة اللي عندكم بغيتو تديروهم يكونوا كبار أو لا تديروهم صغار اللي بغيتو انتم معي على حسب المقلة اللي عندكم فأنا هادو يعني درتهم كبار هذا هو الشكل ديالهم كنستمر بنفس طريقة حتى كنكمل كيمية ديال الكريب كامل اللي عندي صفينا من اللي كفملت الكريب ديالي تيفتو كامل ده بعد ندوز المونتاج خديت هنا يا مول فرشت لها كالورقة ديالزبدة باش يسهل علي نحيدها من بعد أو لا تخليوها انتم في المول اللي بغيتو كنستف كنديرها كايا الكريب وكندير الصالصة ديال الكفتا وكنحاول نوزعها كامل الفوق كامل كندير طبقة اخرى وكندير لها هكا الصالصة ديال وهاكا نستمر حتى كنكمل بالنسبة لهات الطريقة بيتديروا هات الطريقة اولا تخلطوهم تديروا هكا البشامل ووزعوا فوق منه ذاك ديال الكفتا اولا تديروا يعني كلها طبقة بوحدها لكم الاختيار في هاد المرحلة وكنستمر حتى كنكمل كيمية ديال الكفتا كامل اللي عندي الكريب جدني نيشن الكريب مع الحشوة وهنايا هديك اللي بقيت وغادي ندير ذاك البشامل اللي بقى لي حاول نوزعها كامل الفوق ومن جنب وكندير لها الفرماج وغادي ندخلها الفران حتى كتقراطين اللي نمزيان كتجيهاك بحال شكل ديال القراطين اصلا رعا بقول شي طايب غادي ندخلها الفران غير باش يدوب لنا ذاك الفرماج هكا من الفوق وكيجي الشكل ديالها كيشهي ورائعة بزاك والاهم انها ساهلة تحضير بيتحتاجوا بيتحتاجوا لتدوروا للطبي وتستفود ذاك الخير وحدة فق وحدك ودخلها الفران يعني كتجي رائعة بزاك وسهلة كما لحظتوا معي في الفيديو هنا غدا نقطع عليكم تشوفوا الشكل ديالها كيجي من الداخل وهكا كيجي الشكل ديال الكريب ديالنا من الداخل كيما كتلاحظوا كيجي الشكل ديالها كيشهي وكتجي نبحى القراطين ديال لازانيا كتجي هكا طبقات وذيك الحشوة باينة وذيك الصلصة ديال البشاميل بالنسبة على الصلصة ديال البشاميل تقدروا تضيفوا لها هكا شوية ديال الفرماج من الداخل يعني من اللي تطيبوا البشاميل ديالكم وضيفوا لي شوية ديال الفرماج هكا محكوك باش يجيكم يعني القراطين ولا الكريب ديالكم يجيكم هكا معلك كتا يكون الفيديو دياليو مسلا تمنى ان شاء الله الوصفة دياليو متنال اعجابكم وتجربوها وما تنسوش تخلو لي واحد اللايك وشي تعليق تبار تجريبو الوصفة كما عائلتكم ومحببكم لاخوات اللي كي يشوفوا القناة ديالي الاول مرة اتمنى ان شاء الله انكم تشتركوه تفعلوه زر الجرس وشكة توصلو بكل جديد القناة وانقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى المشاهدة التالخر ديالفيديو انقول لكم سلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله وصفات جدد وفي امان الله اشتركوه اشتركوه اشتركوه